اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الكنيسة تضع بين ايدينا نص انجيل نسب يسوع تنتأمل فيه نستغرب بهالعائلات يلي تورد اسمائها غريبة على سمعنا لكن هالانجيل كتير مهم تحت لي ناخد منه عبر ومعين كبيري الرب انتسب لقيلنا انا بشبه الوضع مثل امرأة فقيرة جدا واجا ملك عظيم وطلب ايده لايكوا لأي مرتبة رفع من امرأة مجهولة بمجتمعها الى مرت الملك وصار مجرد تتزوج معه صار يحقلها بالميراس وصارت بنت البيت يسوع لما ننتسب لقيلنا رفع قيمتنا نحن كبرنا معه بس هو تكبرنا نزل لعنا اخواننا المسلمين بيقولوا الله اكبر نحن منقلهم الله انزل الله ما بقي بالسماء قاعد فوق الله نزل لعنا هن بيعتبرونا نوع من كفر ان نقول الله مات وقال الله نصلب وقال الله جيع وعطش ونعس وتعب هاو كلمات ما بيلوقوا بالقلوها لان القلوها بمبدأنا اللي هوتي هي الكمال وهو التعبير هن للنقصين ما فينا ننسبهم لالله الله ترك كماله واجأ لعنا وانتسب هاو دي العائلات يلي بيذكرون مبارح نهار الاحد هاو اذا بتدرسوا التاريخ طبعا منخجل ملا نسب وهذا نسب يسوع الخيانات الدم الدنس الغدر الاغلاط الفاتحة الحرب هيدا نسب هاي عائلة يسوع عها العائلة انتسب انتسب تحتالي يرجع يرفع قيمتنا تحتالي نكبر معه ونصير اهل ان نكون من ابناء السمام تم اطول عليكم احبائي بلخص نسب يسوع لقلنا بقصة نبي من انبياء العهد القديم اسمه النبي هوشع هوشع كان اخذ قرار بايامه انه يكون متنسك للرب بيظهر له الرب برؤية وبيقول له هوشع بدي ايك تتجوز قاله يا رب انا اللي قرارت اني يكون ناسك بدك اين يتجوز قاله اي يا اذا عم تنبش عقيراتي قيراتي انك تاخد مرة وتتزوجها انصاغ لقيرات الله وقال له يا رب الهمني مين بدك يتجوز بيقول له بتنبش على قدنى مرة موجودة بمدينتك وبتخدها زوجة اليك قاله يا سيد شو بدون يقولوا الناس عني معقول يقولوا الناس انه هاي ايرادتك انا هالبدي اتزوجها قاله اذا عم تنبش على ايرادتي بدي اياك تاخد هاي دي زوجة اليك انصاغ لقمره كمان وراح نبش على ادنى مرة بمدينته واخد زوجة لقلو وبالفعل بعد سنة على زوجه رجعت على حياته السابقة على حيات الدنس بيصرخوش على الرب وبيقول له شفت كنت عند كلمتي اللي كنت قل له عم نحذرك منه وقعت فيه رجعت ع حياته شو بدك اعمل وام خبي راسي شو بدك اعمل هلأ قال له هوشع بتبيع كل ممتلكاتك بتروح بتدق بيب تلوى بيب من اللي عم تخطي معن تدفع لهم مصاري وبتقل لهم نهار اللي بتدق بيب كم ما تفتحوا له بيع وكل شيء وبالفعل راح يدق بيب تلوى بيب تسكر كل بيب الخطيئة عليها وبس ما عاش عندها ولا بيب مفتوح الا بيب بيتها قالت هتا ارجع لزوجي شافها راجعة قالوا يا رب يا حي جاي شو بدك اعمل راح افسخها شافتين وعلقها بسيحة المدينة وقال لهم لي كل مرة اللي بتخون زوجها شو بيصير فيها قالوا لأ يا هوشع بتستقبلها وبستجي عبيتك بتغسلها بتنظفها وبتلبسها فستان العرس من جديد وبترجع بتخدها زوجة من جديد لإلك وبتظهر على سيحة المدينة وبتقول للناس يا شعبي قد احببتكم للغاية كحب هوشع لزوجته اما انتم فقد زنيتم علي ابشع عزينا واذا كان هوشع اشترى مرته بنصرياته انا ما عندش مصاري اشتريكن راح اشتريكن بدمي وغسلكن وردكن اجمل مما خلقتكن وكانت قصة الله عندما تجسد اخد خطيانا اخد كل جيتنا على الصليب بالاول عيش فعل اي مات كبير تخلي كبير تخلى عن عرش السماء يا راية بتعرفوا شو يعني الله بالسماء فرجيه هون لحظة من قلوهة الرب لبطرس ويحنى ويعقوب ع شبل التجلي وقعوا صاروا كالاموات ما عادوا يقدروا يتطلعوا فيه اتجلب المجد قدامه انبرها لما نقام الرب بالمجد الحراس اللي كانوا حرسين القبر صاروا كالاموات ما تعرشوا مجد الله تركه ونزل لك ما كان حدا يستقبله يدق باب تلوا باب ما حدا يفتح له غريب الله شو حظه عاطل معنا تآخر شي ما لقيت امه بايه إلا مغارة وبمعلة في والده لايكوها الامات اللي بلش فيها ربنا مشواره لعنا ولاك كيف انتهى المشوار لاك كيف انهناله معلق على الصليب موتة مجرمين كأنه عم تقل له البشرية غير مرغوب فيك ارجاع من مترع مجيد مشان هيك بكي على جبل صهيون عصخرة النزاع ما بكي لأنه خيفان من الموت الله ما بيخاف من الموت الله هو الحياة ولما كان طالع على قرى شليم شاف عزارة قرى شليم عم تبكي قال لهم لا تبكينا علي كوى عولادكم عم يقتلوني انا الحياة رح فوت على الموت فارجيكم شو بعمل فيه بسكوى عولادكم العم يقتلوا الله فيهم هوا رحين على الموت وبالفعل الرب على الصليب اخد جيد هالنسل كله وراح يمسمر حد الانسان وبالطعن لطعنه قلبه رح يشفي حب الانسان وبالمسامير لنغرزة بإيديه وإجراء شفي الجسد طبعا الانسان وبالجلد وبأكله للشوق كسر الكبرية طبعنا ورد لنا التواضع ورجع قام من القبر وسلمنا طبيعة مصلحة تحتالي على خطاة نمشي ونستحق أن نكون ولادي السماء غريب شو ممكن نقل له هالإله كيف ممكن نشكره كيف ممكن نعبر له عن حبنا شو معملنا ما بنقدر بس بيكفي فعل محب صغير هاي أجمل ما بتقدمونه بالميلاد فعل عطف فعل إيمان فعل توبي ما بعرش ويتحب تقدم له بس تتقل له مرسي على اللي عملته معي مين أنا مقبيل عظمتك ارفعتني وجعلتني استحق قول أنا ابن الله بالفعل بموت يسوع وقيامته استحق لإلي أن يكون ابن الله مشان هايك بس نتعمد ونشيل عنا وصمة الخطيئة الأصلية بصير بس يسكنك روح الإيدوس بصير فيك تدعي الآب أبانا أبا أيها الآب مشان هايك المعامة دغري بعد العماد ويزايحه الجماعة كلها بتصرخ مع الطفل أبانا اللذي في السماوات رجع بينا تبنينا من بعد ما كنا أغراب بهالدني هاي دي معنى الله إجل عنا هاي دا معنى الله انتسب ع بشريتنا منع خبرية شعر نتفنن بالمغارة ومنعمل الزينة ومنعمل أحلى زينة ببيوتنا وطبخة وهدايا هاو كلهم أشكال خرجية حلوين بيعبروا عن حبنا وفرحتنا بهالعيد بس ما ننسى سيد العيد ما ننسى عايز قلوبنا قلوبنا تكون مغارته قلوبنا تكون مسكنوا ما تهجروا براتكم مشان هيك أحلى هدية بتعطوه إياها للرب بختم فيها توعدوه كل أحد تقدسه كل حياتكم بكل أحد بترجع تجدد حضور الله فيك يعني عم تجدد ميلاد الله فيك لأن كل مرة بتتناول الله عم يتجسد بداخلك عم يجل عندك مثل ما يجل عند العدرة الفرق بيننا وبين العدرة العدرة أحسن يتستقبله تهللت فيه حبته غمرته بعطفه حنين رفع ملكة السماء والأرض إذا أنت بتعرف تستقبله لهالإله وتحسن استقبله رح يجعلك عظيم مش بس على الأرض كمان بالسماء إله المجد للأباد أمين ترجمة نانسي قنقر